ألقي القبض على معلمة أمريكية بعد أن حبست ابنها المصاب بكوفيد-19 في صندوق سيارة لحماية نفسها من التعرض للفيروس أثناء توجهها إلى موقع لإجراء مسحة فيروس كورونا حسب ما ذكرت وسائل الأعلام المحلية وتهبت سارة بيم 41 عاماً بتعريض طفل للخطر واتصل شاهد بالشرطة بعد سماعه صوت شخص في صندوق السيارة إثر ذلك فتحت المعلمة غطاء الصندوق لتكشف عنصبي ممدد في الداخل وقالت بيم إن اختبار ابنها البالغ من العمر 13 عاماً ثبت إصابته بكوفيد-19 وأنها كانت تنقله إلى موقع استاد بريجين لإجراء مسحة اختبار آخر لتأكيد نتيجة وذلك حسب ما قالت وسائل الأعلام محلية وبحسب ما ورد أيضاً قالت إنها وضعت ابنها في الصندوق لأنها لم تكن تريد أن تصاب هي اشتركوا في القناة